السؤال اللي عندنا بيقول زوجتي عايزة أكتب لها البيت وهي والبنات التلاتة وأنا عندي فدان أرض ومبلغ في البنك فقال يا جوز أن أكتب ليهم البيت طبعا أنا عارف أن أنت تسائلني السؤال ده عشان أقولك لا عشان أقولك لا آه لا يا جوز أن أنت تكتب لهم البيت وقال ده في منع للورثة من العطاء ولا منع من ما فيش ورثة أصلا المال ده مالك وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم على يتكففون الناس وكان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم الصعاب كان بيكلمه على بناتهم فاكتب لهم لو أنت عايز تعمل ده هيكون ده شيء حسن يوفر لهم الأمان ووفر لهم الراحة وأنا أقول لك حاجة بيني وبينك كده بالخبرة فيما يتعلق بمسائل العلاقات الزواجية الحاجة دي مش لأن الستات عندهم بيحبوا الفلوس وعندهم نهم المرأة بتحب المال لأن المال ده بيشعرها بالأمان هقول لك حاجة كثير من الستات ليه بتحب أن يبقى عندها فلوس هي ولدها عندهم هاجز كده غريب قوي ارتباط شرطي كده عندهم غريب قوي أن هي لو ما عاش فلوس إيه اللي هيحصل حتى لو هي بتشتغل حتى لو هي قادرة تشتغل أن هي لو ما عندهاش فلوس هيبقى عندها فتنة فيما تعلق بعرضها إيه التفكير ده آه ده تفكير تفكير المرأة أن هي هتضطر يبقى عندها فتنة فيما يتعلق بحفظها لنفسها وعرضها وعشان كده بتعمل إيه فتبقى بتحب دايما أن هي تكون في أمان عشان ما تحصلش أن هي تتهدت التهديد ده فلو بتسألني لو عملت ده بس بشرط أن أنت ما تمنش وتيجوا تقول لهم شوفوا أنا عملت لكم إيه وشوفوا أن أنا كذا ما تفسدش اللي أنت هتعمله فلو جاتبت لهم هيكون ده جائز وحلال وليس فيه شبه فاكتب لهم إذا كنت أنت قادر تكتب لهم اعمل ده وده هيخلي الأعلاقة بينك وبينهم تبقى مختلفة تماما لإني دايما الحنان بيجي مع الأمان وكمان الحب بيجي مع السعة والكرم